ينضم إلينا المزيد من التفاصيل من القاهرة مراسل غاد محمد الحمروي إذن محمد ربما أنت تتواجد الآن في مقر هذا المؤتمر إذن كيف تبدو الأجواء من حولك لو تنقل لنا وأيضا ما أهم القرارات المنتظرة نعم شروق بالفعل قبل قليل اختتم هذا الاجتماع الرابع والعشرين على المستوى الوزري للدول المصدرة للغاز هذا الاجتماع الذي يعقد هنا في القاهرة للمرة الثالثة جاء بحضور 19 دولة عضوة في هذا المنتدى وثماني دول بصفة مراقب وكذلك أيضا غينيا الجديدة وموريتانيا بصفة ضيف للمرة الأولى في هذا المنتدى المنتدى استعرض مجمل التحديات التي يمر بها العالم وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على مستقبل الطاقة بشكل عام وعلى الغاز بشكل خاص وما يتعلق بمواصفه البيان الختمي لهذا المنتدى بأنها دوافع سياسية لمحاولة وجود تقلبات في أسعار الغاز على مستوى العالم وتم المطالبة بحيادية هذا الملف وأبعاده عن الأجواء والأسباب السياسية التي تسببت في العديد من التقلبات بشأن أسعار الغاز على مستوى العالم في ظل الاحتياج الكبير للطاقة وفي مقدمتها الغاز كأحد العناصر الخاصة بمزيج الطاقة المستقبلية خلال السنوات المقبلة المنتدى استعرض كذلك أيضا التحديات الخاصة بالمناخ والأزمات المتتالية ومحاولة العمل التي وصفها المنتدى بأنها كانت دعوات باطلة منذ العام 2015 لكنها نجحت في وقف بعض الاستثمارات الخاصة بالغاز على مستوى العالم وبالتالي تسبب ذلك في وجود تخبط في العرض والطلب محمد هذه الدول المشاركة في هذا المؤتمر هل كان هناك حديث عن ربما مشروعات قادمة مشتركة بين هذه الدول المشاركة؟ يعني بالفعل كان هناك حديث عن تعاون خلال الفترة المقبلة بما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء أكدوا على ضرورة إبعاد هذا الملف عن السياسة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة أكدوا على خطة عمل لزيادة حجم الانتاج الخاص بالغاز وكذلك أيضا الاستهلاك من الغاز خلال السنوات المقبلة يرتفع من 23% الآن من مجمل الطاقة المستهلكة حول العالم لتصل إلى نسبة 26% هذه الخطة التي اعتمدها الاجتماع اليوم الخاص بالدول المصدرة للبترول طلب بإبعاد هذا الملف عن السياسة والعمل عن التعاون خلال الفترة المقبلة ما بين الدول مع التأكيد على أن هذا التعاون وسد هذه الفجوة ما بين الانتاج والطلب خاصة لدى الدول الأوروبية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة وقف الاستثمارات في الغاز خلال السنوات المقبلة هذه الفجوة ستستمر على الأقل على المدى المتوسط لحتى عام 2025 حتى تظهر نتائج الاكتشافات والاستثمارات التي تمت في البناء التحتية الخاصة بالغاز خلال الفترة المقبلة وخاصة بأن مصر إحدى الدول المؤسسة والتي تستضيف المقر الدائم لمنتدى غاز شرق المتوسط هذا المنتدى الذي لديه احتياطي يتخطى 320 تريليون قدم مكعب من الغاز وبالتالي الاستثمارات خلال الفترة المقبلة سواء فيما يتعلق بمحطات الإسالة أو باستهلاك وإنتاج الغاز على مستوى العالم سيساعد في سد تلك الفجوة ووضع الغاز ضمن خريطة الطاقة على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر